استنادا إلى الدعم المتواصل للمسيرة التعليمية من قبل قيادة بلدنا العزيز وبحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة المهندس عصام عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استلمت وزارة التربية والتعليم مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين المدرسة تتألف من أربعة توابق تتضمن ثمانية وثلاثين فصلا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مع مراعاة الفصل بين المرحلتين وتستوعب المدرسة أكثر من ألف وثلاثمائة طالب وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية وتعد ضمن المدارس الجديدة التي تسعى الوزارة لإنشائها في الفترة المقبلة حيث تعد أول مدرسة مجهزة بشكل كامل بالمواد الصديقة للبيئة إلى جانب استخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية كما تشتمل على مختبرات علمية لمختلف مواد العلوم والحسوب والعلوم المنزلية ومركز لمصادر التعلم ومكاتب للهيئة التعليمية والإدارية إضافة إلى صالة متعددة الأغراض وجميعها مطابقة للمقاييس الدولية وكذلك محطة فرعية لتوليد الكهرباء وقد رعي في التصميم توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حركة الطلبة بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مواقف للسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من المداخل الرئيسية للمدرسة وتوفير أربعة مصاعد بالقرب من المداخل مهيئة لضمان سهولة حركة وسلامة وانتقال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التوابق السلام هذه المدرسة اليوم يؤكد ما تحظى به وزارة التربية والتعليم من دعم ومساندة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها والتي تحرص على توفير كل الخدمات التي تساعد على تقديم أفضل الخدمات التعليمية والارتقاء بخرجين التعليم في الواقع أن اليوم هذه المدرسة هي نموذج لمدارس قادمة إن شاء الله في المستقبل وتأتي ضمن اهتمام الوزارة في توفير المدرسة المكتملة روعي في تصميم هذه المدرسة أن ترشيد الطاقة وتعليم الجيل الجديد على هذه المبادئ وكما أيضا نروعي في التصميم استخدام الطاقة الشمسية والضوء الطبيعي في الممرات الدراسية والفصول الدراسية